بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الافاضل واخواتي الافاضل طبعا معكم المهندس محمود صاحب قناة سمار الوادي اخبركم كلكم وحشتوني طبعا اذكر بعض الاسماء والباقي سامحني ان شاء الله في التقصير اصرت في حقكم كتير سامحوني لكن ان شاء الله الفترة اللي جاية بتواجد بالصفة المستمرة وبتابع معكم فيديوهاتكم ونشاطاتكم الجديدة ومحتوياتكم الجميلة طبعا طبعا انا هذكر بعض الاسماء وسمحوني ان كنت هأصر في حق احد بداية قناة منوعات مديحة ونصيحها الجميلة ومحاضراتها العالية جدا اه اصرت في حقكم كتير سامحوني اه قناة اكلات اه اكلات زمان اه وقناة بيوتنا البساطة وقناة جوجو جيجي وعرب الضبعة ودين امام والفنان الكبير بتاعنا وقل صلاح الوكيل واخونا وابننا اه محمود البستويسي الخارق والمنشد وقناة دقت باب اه سامحوني على التقصير يعني ان كنت اه هنسح حد او ما قلتش اسم حد وقناة اكلة وفكرة وقناة ام الياس وقناة الفنانة الكبيرة هند ترابيك وقناة مروان وتمارة اه مروان وتمارة طبعا من الناس اللي سألت علي وجي من الناس اللي سألت علي وصلاح الوكيل من الناس اللي سأل علي بشكرهم طبعا وبشكر كل ما سألش حتى علي اه وقناة احب كل الاكلات اه احب كل حياة حب كل حياتي والازياء الراقية والعروض اللي بتقدمها وشيخنا الفاضل الشيخ ضياء الحلبي اه الامام والخطيب اللي وحشني جدا واكلات ووصفات اصل ديارنا اللي اتحرمت منها الفترة اللي فاتت طبعا انا الخسران بعد متابعتكم اكيد مش انتم اه وقناة المديح التعليمية وقناة زاد الأدام وقناة اه مامة ليلة وسلمة يوميات اوشو يوميات اوشا وقوية اه طبيق بيت العيلة يوميات ادم وحواء مطبق ست الكل هبا جمال وابو روفان البستويسي ليه عند حضراتكم طلب طبعا اه هو الاشتراك في قناة اه اخويا وصديقي الاستاذ اه محمد المغازي القناة دي بتقدم اكلات زي ما انتم شايفين طبعا في الفيديو اه بس مش شيف مش اه مش بيقدم وصفات هو طبعا القصة اه فيها لله اكتر ما هي فيها وصفات هو طبعا كل اللي انتم شايفينه بيعملوا ده هو بيتبرع به للمستشفيات وللأماكن المحتاجة وللأماكن العامة يعني اه عايزين ندعمه ونقف جنبه نشجعه من فضلكم يعني اه انا طبعا بطلب طلب لاول مرة اطلب من حد حاجة زي كده اه اتمنى انه اه الكل يتواصل معاه ويكتب له في الكومونت اه بشراء حاتم بشراء حاتم ما يكتبش سمار الوادي وما يكتبش اي حاجة اكتر من كده يعني اه علق على الفيديو زي ما انت شايفه من وجهة نظرك ولكن اكتب له في التعليق بشراء حاتم بشكركم كلكم واسف لكم كلكم واصف للي ما قلتش اسمه في الفيديو ان شاء الله بقدم فيديو طبعا اه وفي بكل اه الناس اللي سألت علي والناس اللي وقفت جنبي والناس اللي كانت اه بتسألني دايما فين فيديوهاتك وفين انت بشكركم كلكم وطبعا لو غبت اشكر فيكم مدة طويلة مش هوافيكم حقكم للمرة التانية بشكركم وبطلب من حضراتكم الاشتراك في الخناة في القناة بتاعت بابا في مطبخ التكية شكرا ليكم